السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنات كدير اللي بس عليكم كنتمنى انكم تكونوا باخر وعلا خير وانتم ما قد شاهدوا هادلا فيديو هاجي اليوم ان شاء الله قناة تالي داريجة لكم بصفة دوائية جديدة فوقتها ملتشي فيتامين فهادت وزوون زوون بزاف هو عبارة عن مكمل غدائي متعدد الفيتامينات كي يحتوي على 12 الفيتامين وتعجل الاملح معجينية كيف ما كتشوفون فهد المكمل الغدائي من اكثر المكملات غدائية غانية بالفيتامينات بزاف وبالاملح الماجينية عادة ما كتلقاوا المكملات الغدائية اما فيهم فيتامين س و فيتامين آ ما ماتل قوي الجامع بزاف عند الجانب الفيتامينات اللي غادي الجسم جالنا يستفد منهم حينتاش الجسم الجالي لانسان بصفة عام ما كيحتاج لهذه الفيتامينات خاصة في حالة سوء التغذية او لا من انك يتعافى من شي مرض او لا من انك يجري شي عمليات جراحية فهو ضروري ضروري ما يوصف لك الطباب واحد لمقدمة الغذائي باش تقدر يقدر الجسم جالك عاود تاني يعاود يخدم من جديد ويدي الوظائف جاله على اكمل وجه باش نحافظه على الاعداء جالنا والبشرة والشعر جالنا والاضافر جالنا وكلشي كلشي الاعداء جالنا بالصفة عامة فهد المكملات الغذائية كتساعدهم بشكل كبير باش يقدروا الوظائف جالهم على اكمل وجه وباش يقوموا بالعمل جالهم كيف يقوموا به وارجعوا ويتعافوا من المرض وما يلقوش يعني واحد الصعوبة ويستغرقوا واحد المدة اللي هي طويلة فهد المكملات الغذائية يزوون بزاف وهذا من بين المكملات الغذائية اللي وعرى اعجباتني انا الصراحة حين تشفيهم بزاف جال الفيتامين اللي يمكن يستفد منهم الجسم جال بالنسبة لطريقة الاستعمال جاله فهو للكبار اول حاجة من بعد بالنسبة تيتسعمل قرص واحد في اليوم هو عبارة على واحد القرص فوار كيتدار في نص كوب من الماء وكيتشرب بعد دواب القرص بطبيعة الحال عن طريق الفامي بالنسبة لهذا الفيتامين هذا المكمل الغذائي فهو بنكهة البرتقال وبدون سكر يعني تلصحة بالسكر ممكن انهم ياخدوه كان على اول فيديو جالنا بسح قصير ولكن احبت انا اني نشرق معاكم هذا المكمل هذا اللي متعجد الفيتامينات فيه بزاف بزاف جال الفيتامينات اللي يقدر اي واحد يستفد منه الجسم جاله بطبيعة الحال كان هذا اول فيديو لبنات جالنا كانت منه انه يكون يعجبكم وكان عند حسن طان جالكم باتنسوش البنات تدرو لايك لفيديو تبارتاجوه مع الناس اللي عزيز عليكم وتجارونا ابوني في القناة جالنا فلاشين جال تيلي داري اللي كتشارك معاكم المعلومات جالة كاملة اول باول دمتم في رعاية الله اوفياء والى اللقاء البنات